عاشا أردام لدى أن أتعلموا أن يتكلموا على المسلسل على العالم فى العبء ، لكنك سيكون هناك للعقدة مammed فى المسلسل Home كث esteكه أريد القصة الذي لس Amelia أنا ألتكلم لمسلم tents دابا أنا أحب العقدة النفسية داود كان بيحب واحدة جداً اللي هي حنين ودي حب حياته اللي جات غيرت شكل العالم اللي هو كان عايش هو رجل بتاع شغل بس كل حياته في الأرقام والبرمجة وفجأة دخلت بناء أدمى خلت الحال إيها ألوان حلو ده حبها جداً وفضل مرتبط بيها فترة وكان هنا غير قراره إنه مش عايز تجاوز لأ أنا هتجاوز بناء أدمى دي و هفضل معاها فجأة بناء أدمى دي بتموت بسبب مرض فده بيغيره جداً هو إيه اللي حصل لداود؟ المراحل اللي احنا قلناها هديات عدى بيها بس هو وصل لمرحلة القبول ومقبلش لأن يا جماعة الفراء بيبقى فقد موت أو فقد بني أدم موجود على قيد الحياة بس سابه لكن بيبقى كمان الموت بيبقى أصعب لأن انت بتبقى هم مش قدامك خالص يعني مفيش أمل خلاص في الوقت خصوصاً لو أنت حبيته دي أول مرة حد يدخل قلبك كده الموضوع ده فاصل طيب داود بقى أنت بيينت في المسلسل أنه عدى بك خمس مراحل آه هو عدى بك خمس مراحل لكن في آخر مرحلة هو مقبلش هو مقبلش خلاص أنا مش متقبل فكرة اللي هي مش موجودة آه مش متقبل فكرة الفراء فإيه اللي بيحصل على الفكرة عشان برضو البناء ده يعني أو اللي بيتفرج لازم يبقى شايف إن ده ممكن يحصل أنت لو مقبلتش اللي هيحصل لك الدوامة أنك أنت هتعيد الكرة من تاني هترجع تنكر تاني وترجع تغضب تاني وترجع تساوم نفسك تاني وترجع تكتئب تاني هتقعد تعمل كده هتقعد تعمل كده لغات ما تقبل فأنت في العلاقات لما تنتهي أنت لازم تقبل لأنها انتهت عشان تقدر تعدي ما هو إحنا ليه ما بنبقاش متقبلين هي انتهت لأنه بيبقى فيه عشرة وفيه ذكريات وفيه فيه تعود طيب أنا أقولك على رأيي وممكن يزعل الناس لا بالعكس حداك كاتب أنا هميني جدا رأيك لأنه أنا أقول أنا رأيي ده رأيي الشخصي وبناء على التجربة وبناء على الحياة هو إيه أهم حاجة في الدنيا أهم حاجة بالنسبة لبنائي ده أهم حاجة أنه هو يكون مبسوط مبسوط وسعيد مهي أنه أنا أكون مبسوط مشكلتنا الكبيرة أنه إحنا ساعات بندخل فيها علاقات وإحنا مش عارفين إيه اللي هيبسطنا أو مش عارفين نفسنا أو وهي جملة المشكلة أنها كل شيء بس هي جملة حقيقية أنه إحنا ما بنحبش نفسنا فإحنا لازم نحب نفسنا لأنه إنت لما تحب نفسك كويس أحب نفسك دي أنا بتديتك دايق منها شفتي جملة كل شيء لأن بتتقلك بس ما بيتقلكش يزاي بيقول لك إيه خد الدواء ده عشان تخيف طب بس إنت ما قلت ليش أنا هاخده إزاي يعني مثلا قبل الفطار بعد الغداء تمديه حقا تمديه كابسولات يعني أصد لا هو أحب نفسك يا عملي أنا بحب نفسي أحبها إزاي أكثر من كده لا وهي المشكلة أن الجملة دي عشان قالت كتير قوي ما بقاش لها طعمة يعني ما بقتش حتى مستسخة حتى الناس بقت تكرهها أصلا بزي لا بس جمعة الجملة دي حقيقية ترجمة نانسي قنقر